أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع استمرار تمرين درع الإمارات المشترك الـ 51 داخل مياه دولة الإمارات العربية المتحدة وأجوائها وأراضيها ونفذت قوة الواجب المشتركة خليفة عمليات قوات محمولة جوا واسعة للسيطرة على الاهداف العملياتية المحددة لها وقال اللواء الركن صالح محمد بن مقرن العامري قائد القوات المشتركة إن عمليات قوة الواجب المشتركة خليفة تأتي استكمالا لعمليات قوة الواجب المشتركة زايد وتمهيدا لعملية لحقة وأضاف أن فعالية خطط النيران المشتركة في تدمير الاهداف المعادية كانت العامل الحاسمة في نجاح عمليات قوة الواجب المشتركة خليفة شكرا